تخيلوا اياي عنوان مبارحة نزلت ثلاث مخاطع على القناة وتخيلوا انه ولا واحد بيهم كان مقطع اخبار مو مشكلة يلا نبدي الخبر الاول اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وردها على فايز خنفش طبعا ما يعرف من هو فايز خنفش طرحان هم بتشتعرفه ولكن هو يمنع تكم قلولي روح شوف مقطعه المهم فايز خنفش نزل مقطع على قناته بعنوان مسيطرة فيديو كلب حصري وبهذا المقطع هو كان دي يحاول يفضح به بيسان اسماعيل بعدها طلعت عائلة بيسان وحفتها وبث على حسابهم من الانستغرام والبث الصراحة كان اطول من حياتي 55 دقيقة تقريبا وردوا بي على فايز خنفش فاللي حاب انه يروح يشوفه كامل لح تلقوا بقناتي الثانية روح يشوفه الخبر الثاني اللي عدنا عن محمد جواني ورجوع اغنية صرتي لغيري اللي كانت محذوفة طبعا ما يعرف ليش كانت الاغنية محذوفة فجواني لما نزل مسيطرة فيديو كليب قلبي انه بيسان هي كانت السبب حث في الاغنية المهم حاليا الاغنية راجعة فاللي حاب انه يروح يسمعها رح تلقوها رابط بالوصف رحوا يسمعوها الخبر الثالث اللي عدنا عن مرسال وعن قصفة بيسان ووسام تيكيت بالبداية مرسال نشر على الحسب الانستغرام ستوري حط فيه اغنية الدس كانت على وسام تيكيت وقاعد يغنيها وقاعد يقول انه شوف الاغنية كم كانت قديمة وكم كان فيها قصف رح حطوا لكم الاغنية على ما تفتهمون اكثر قصر انا قديش عمري وهم تعرفوا طلعوا 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 قديش عمري هذا 3 سنين صروا مو سنتين لسا 3 سنين حارق البشر تمام من 3 سنين وعامل دس ويعني انتم تعرفوا ايش عملت فيهم فتخيلوا انه هلأ صراحة حسيت من كلام مرسال انه دس الجديد ما رح يكون بس على بيسان اتوقع هم الدس رح يكون على وسام تيكيت طبعا بعد ان اشر هذه الصورة اللي كانت بنفس المكان اللي صورت بي بيسان فيديو كليب مالتا مسيطرة للنحذف وكان كاتب انه الدنيا دوارة وهذا هو المكان اللي اني صورت بي اول مرة بعدين هما جوي بنفس المكان على مودي صورون اللي هما خزد بيسان وجماعتها وهذا السبب هو اللي يخلاني اني احذف هذه اللقطات لانه دائما اريد اقدم شي مميز لكم من هالكلام وكل شي بان على حقيقته وبس والله هذا هو كان بقطع الاخبار اللي عدنا فاكتبونا بالكومنتات شون رأيكم بهذه الاخبار ورأيكم بيها وبس لا تسعطوا اللايك وشتركوا بالقناة شاكوا في زيان وخاتنا من الليك للخصص مع السلامة